السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد عشر تسعة أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود عندنا في برج السرطان في ساعات العصر بده ينتقل لبرج الأسد يعني ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية تقريبا صباح يوم الأربعة الساعة خمسة وثمانتاشر دقيقة صباحا بعدها بنتقل للعذرة القمر اليوم موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح والدفاق الشركاء والضغط على العدو القمر من الآن ولغاية ساعات العصر موجود في برج السرطان عشان هيك منظل نشعر إن بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إنه لا أحبانا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه أو ذكريات أو مواضيع قديمة يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر برغبي وحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام لأنه شهيتنا بتكون مفتوحة على الآخر علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات زي استجار بيت أو بيع عقار معين مثلا أو الاهتمام بعقود برضو جيد للدكورات أو الزراعة شجيرة لانتباه للأطفال وقضاء وقت ممتع في البيت أو مناسبة عائلية بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ثنتين واربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والفن بأنواعه والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة تسعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل برضو مناسبة للراحة وبتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا تمنحنا كفاءات للعمل المسرحي وللروحانيات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية ذروتها ساعة اتناعش وستة واربعين دقيقة بعد الظهر تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة اتناعش وستة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة اربعة وخمس وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر في برج الأسد هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربع وخمس وثلاثين دقيقة بعد العصر القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج الأسد عشان هيك من ساعات العصر بصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبصير التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات العصر المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي والمبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق وأيضا الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هدول الأكثر حساسية لغاية ساعات العصر أما من بعد العصر بصير عندنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان بصير هدول الأكثر حساسية فعشان هي يعني يصلح هذا اليوم لإجراء العمليات الجراحية ولكن مش في فترة خلو المسار ومش للأعضاء اللي ذكرناها ولكن الأجواء جيدة للعمليات الجراحية يعني ما فيه أي مشاكل أيضا لعمليات التجميل برضو يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلو المسار هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج الأسد معناة خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة ثلاثة وخمس دقائق من عصر يوم الثلاثة اتناش تسعة وبيستمر حتى اليوم التالي يعني لصباح يوم الأربعاء ساعة خمسة وثمنتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لينتقل القمر بعدها لبرج العدرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة 11 وثلاثة واربعين دقيقة مساء بصير ستة وعشرين يوم قمري نسبة الإضاءة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل تنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة من الآن ولغاية ساعات العصر أهمش أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكوا إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام ضاغط والمسؤوليات كبيرة وخصوصا في فترة خلو المسار ممكن تكون فيه على ارتباط مهم اليوم فما بجوز الفشل أما من ساعات العصر وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات لغاية ساعات العصر ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة جدا دافعوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسية وانتبهوا لكلامكم واحفظوا خط الرجعة ممكن اليوم تتمم لقاء او اجتماع عمل مفيد وتتخذ خلاله بعض القرارات المهمة اما من ساعات العصر وما بعد بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي او حدث عائلي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زالت الأجواء جيدة للمكاسب المالية من الآن ولغاية ساعات العصر فعشان هي في فرصة لمكسب بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية ولكن بتكو تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وممكن تنشط في رحلة أو اتصالات أو تتجرأ على بعض النقاشات فترى مناسبة لبحث المواضيع المهمة ولتقديم الامتحانات والمطالبة بحقك أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج الصرطان بالنسبة لموليد برج الصرطان من الآن ولغاية ساعات العصر أنتم مشحنون بالنشاط والحيوية وعندكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم هذا اليوم أهمش أن ما تترددوا بالنقاش والحوار ولكن دون فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار أو تظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترى إيجابية والأجواء مساعدة بشكل قوي جدا وحاول أنك ترتب أمورك المالية بشكل جيد فيه نوع من أنواع الاهتمام ببعض المسائل المالية كالقروض والديون أو الفواتير أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكتب تعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضيع برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التعب رح يظلم سيطر عليكم لغاية ساعات العصر لحد يتما يوصل القمر عند برج الأسد فعشان هيك لغاية ساعات العصر بتكوا تنتبهوا حاولوا انكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكون مرهق وقليل الحماسة أهم شيء أنك ما تنتظر اليوم جواب من أي شخص لغاية ساعات العصر لأنه عادي ممكن يلتغى هذا الجواب أو يخلف موعده الظروف فارغة فممكن تهدأ الأجواء وتخف وتيرت الوضع عندك حتى الركود ولا تستعجل أي أمر عشان ما تخيب آمالك أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتمتلقوا بناشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات العصر ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص خلال هذا اليوم وهذا اليوم يعني لغاية ساعات الظهر تقريبا بيحملك فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم وهي فترة مناسبة للطلب الاستشارة أو للتأييد وعندك قدرة على التواصل البناء ومن الضروري يعني إنك اليوم تستفيد من كل الأمور وإنجاز الأعمال المهمة قبل وصول القمر لبيت متاعبك في ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين لغاية ساعات العصر وبوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو اليوم هذا لغاية ساعات العصر بيحملك مسألة شخصية بتتسبب أو سببت لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهمش أنه ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك وشخصيتك وهدئ من روعك أما من ساعات العصر وما بعد هنا بيصير في عندك نشاط بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتسعدوا من لقاء خبر معين أو لقاء بعض الأصدقاء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب لغاية ساعات العصر ولكن بتكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة وهاي الفترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من المتاعب والوعكات الصحية أما من ساعات العصر وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر هذا اليوم بدأت مرحلة جديدة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل يعني من ساعات العصر وما بعد ولكن بتكونوا تجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض لغاية ساعات العصر يعني فبتكوا تسارعوا من تصحيح الأخطاء واستعاد ثقة الآخرين وما تسمحوا للخلافات بالتأزم لسيما مع الأحباء ناقشوا فاوضوا وما تتهربوا من مواجهة الأمر الواقع وعبروا عن رأيكم بهدوء وما تستفزوا أي شخص أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات العصر فعشان هيك يبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة فترة متوترة والقمر ضاغط بشكل كبير وطاقتكم ضعيفة فعشان هيك ممكن تتورطوا في أزمة أنتوا بغنى عنها وممكن تضطروا للإبطاء بمسار بعض الأمور أو خطوة معينة حاول أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص وبرضو ما تكبر المسائل اللي ممكن توصل لمشاكل أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر بدأ بمرحل المقابل الآن نقدر نعتبر هذا الأمر فعشان هيك يتراكم العمل لديكم لغاية ساعات العصر فحاولوا إنجاز ما بوسعكم من أي عمل دون إهمال صحتكم ولا تدخلوا في أي مواجهة مع زميل أو رئيسكم بالعمل أو حتى زبائنكم بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بموضوع صحي وبتكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها أما من ساعات العصر وما بعد فهنا القمر رح يصير مقابلك تماما طاقتك بتصير ضعيفة صحيح أنه بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات أما الضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات العصر حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبلغوا في طلباتكم منهم بتحتفلوا بإنجاز أو انتصار أو بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر فترة مثمرة وكثير الانشغالات والتحركات لكنها فترة حض ونجاح لغاية ساعات العصر لازم تستغلها أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتكونوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأن القمر رح يوصل لبيت الصحة والعاطفة وبيتراكم العمل في هاي الفترة أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم الأهم تنتبهوا لصحتكم وتنتبهوا لأعمالكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر